السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم متابعين في كل مكان النهاردة. هنبدأ لنجا مع بعض على منحك نكتب لس على يونت وان انتو. وده بناء على رغبة حضراتكم. فالنهاردة ان شاء الله مراجعة. هنحاول ان احنا نلمي بيها اكبر جزء من الوحدتين. بطريقة سهلة وبسيطة. لكن اتمنى من حضراتكم تعملوا لايك للفيديو. لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسيش الاشتراك في القناة. يا رمضة مع بعض. طيب زي شايفين معايا الكتاب اللي انا هشتغل منه. ده كتاب الباهر. اللي هو الملحق اللي بيجي مع كتاب الباهر. تمام? اللي مش معايا الكتاب ده. مفيش اي مشكلة. ممكن ان هو يستمع معنا لحد نهاية الفيديو. وطبعا اي جزئية مهمة ممكن يكتبها. وهو لو استمع ليه الفيديو يبقى تمام كده خلاص. هو مش بيحتاج اي حاجة تانية. تمام? ان شاء الله يقدر ان هو يجيب درجة كويسة في المادة. طيب يلا ما بعد نبدأ كده اول حاجة هنبدأ به اهم الكلمات. كتاب الباهر هنا هو مجمع اهم الكلمات اللي موجودة في يونة والجرامر وبعد كده جايب اسئلة. هنبدأ زي ما قلت باهم الكلمات. اعزان الواحدة بيقول يعني الحياة في عالمي. اول كلمة معايا وهي المراعي اول اراضي العشبية معناها جراس لاند. جراس لاند. جراس لاند. طيب غابات مطيرة معناها رين فورست. رين فورست. طيب ما اعزب فريش ودر. فريش ودر ما اعزب. ليفنج سينجز. ليفنج سينجز معناها كائنات حية. كائنات غير حية يعني طيب غابات الامازون معناها امازون رين فورست. امازون رين فورست. حيوانات معناها انوالز. انواع او فصائل اسمها سبيشيز. سبيشيز. فصائل سويل تربة. سك معناها سميك. كانوبي. كانوبي. كانوبي معناها مظلة. مجتمع حيواني الأطوم يعني طائر الرفرف معناها سحلية شبل معناها طانين النحل طانين النحل طبعا هنا عندنا ذهرت القلب عندنا شرايين شرايين كاربون دايوكسايد كاربون دايوكسايد ثانية أكسيد الكربون أكسجين الأكسجين بيت يعني ينبض بلد الدم الماء المالح معناها مياه ملحة شجرة المانجروف كاسترد أبول تري يعني شجرة تفاح الكاسترد هنا ميديسنال بلانت ميديسنال بلانت نبات طبي سيرفايف سيرفايف يبقى على قيد الحياة وادي وادي اللي هو الوادي مرض يعني أمراض هنا عندنا يتفاعل حبوب اللقاح عندنا هنا اللي هي الصفة وقالنا إن إحنا نقدر نعمل منها نطلع من الصفة اسم فعندنا بيوتيفول 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 معناها جميل جميل عوز أقول الجمال فدي نون اسمها بيوتي عندنا هنا معناها بيشانت 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 الصبر بيشانس بيشانس هنا لكي لكي معناها محظوظ الحصد نفسه بقول لك لك هنا معناها ناجح ساكسس ساكسس النجاح تمام تعالوا شوف اللي بعده طبعا أنا شرحت قبل كده في القناة يونة ون بالكامل شرحته بالتفصيل من كتاب الباهر تعالوا الجزئية دي معايا جزئية مهمة جدا تمام بتكلم عن هو دي أدوات بستخدمها للربط بستخدمها ايه للربط طبعا إحنا برضو دي أدوات استفهام بس احنا عندنا في دراسة بتاعنا نهاردة طبعا بتكلم عن أدوات الرابط طبعا بس اعلمها ازاي عندي أول حاجة هو هو دي معناها الذي أو التي دي بتكون يعني للناس فأنا ما أجي أقول وي مات أمان احنا قابلنا رجل تمام حتكلم عنه فأقوله هو معناها الذي أو التي لكن العاقل هو بيعمل في الحديقة أو الذي يعمل في الحديقة فهنا عندنا أنا ربطت بين الجملتين دول بهو عاوز أقول أن الراجل أنا قابلت الراجل أو إحنا سوري إحنا قابلنا الراجل الذي يعمل في الحديقة فأنا استقلمت هنا هو علشان قابلها مين قابلها عاقل طيب عندنا ويتش ويتش دي معناها برضو الذي أو التي لكن لغير العاقل بتكلم عن سينجس الأشياء الوادي is an ecosystem الوادي ده نظام بيئي بتكلم عن مين عن الوادي فبذل ما أقول الوادي مرة تانية فأنا قلت ويتش الذي is normally dry يعني في العادة بيكون جاف تمام فهنا عندنا ده مين ده عندنا وادي ده إيه ده غير عاقل تمام فعندنا استخدمت ويتش أما where where معناها حيث باستخدمها four places للأماكن لما أجي أقول تعلمنا الكثير عن المكان بيقول إيه where أنا بتكلم عن المكان فهستخدم هنا where they leave حيث هم يعيشوا فيه يبقى احنا تعلمنا الكثير عن المنطقة أو المكان حيث هم يعيشوا فيه نبع كده استخدمنا and we because we saw and باستخدمها علشان أربط بين كلمتين أو بين جملتين لما أقول he went to the beach نحن ذهبنا للشاطئ and تمام وحقول حاجة تانية and we swam in the sea وعمنا لما أقول I like apples and oranges أنا أحب البرتقال والتفاح فأنا هنا ربط بين كلمتين تمام طيب أما عندنا بط باستخدمها في التناقض لما أقول honey likes basketball honey بيحب كورة السلة فأنا دلوقتي هنقض الكلام أو أن أنا هقول حاجة عكسها هقول but ولكن he doesn't like football لكن هو ما بيحبش كورة القدم هو بيحب حاجة لكن مش بيحب حاجة تانية يعني حاجتين فيهم تناقض تمام أو عكس بعض هنا because معناها لأن Nadine goes to the pool Nadine يعني تذهب لحمام السباحة بعد because بييجي السبب بعدها بييجي السبب ليه هي بتذهب للسباحة أو حمام السباحة ليه هقول because لأن السبب هقول السبب دلوقتي she loves to swim لأنها بتحب العم أما سون بييجي بعدها نتيجة نتيجة الشيء لما أقول Laura wants to keep her heart healthy لارا عاوز تحافظ على صحة قلبها so لذلك هتعمل ايه she does exercise يعني هي بتتضرب يبقى هي علشان تحافظ على قلبها إن هو يكون صحي فهي هتتضرب تمام معناها لذلك يبقى معناها إيه لذلك تمام لو عاوزين شرح القعدة دي هتبعلكم فيه أول تعليق مثبت تحت الفيديو اللينك ده هيكون فيه شرح كل الأجزاء لذلك ما شرحتوها وكمان هتلاقو فيه الخاص بالمنهج تمام طيب تعالوا كدو مع بعض نشوف اللي بقعده كتاب الباهر جاي مجموعة من الأسئلة السؤال الأول طبعا ده listen والسؤال التاني برضو listen أنا مش هضايا وقت فيه listen كله موجود فيه آخر الكتاب من ورا تمام تعالوا نحلق الأسئلة دي نكمل مع بعض هنا الحوار ما بين طقا ورقيا طقا بتقول what is an ecosystem رقيا بتقول لها هو ايه النظام البيئي ده it is all the animals يعني كل الحيوانات and plants والنباتات in an في كلهم بيكون موجودين في in an area يعني في مكان أو منطقة which ecosystem do we have in Egypt اي النظام البيئي اللي بيكون عندنا في مصر قالت لها we have a ecosystem and a marine ecosystem قالت لها عندنا ايه نظام بيئي ونظام بحري فقالت لها عندنا desert ecosystem تمام نظام صحراوي ونظام بحري what are some of them بتقول لها ايه بعض من نقط things in a بيقول marine ecosystem فقالت لها ايه بعض من الكائنات الحية فدي نقط of mangrove trees are thick ايه بيقول عندنا مين اللي بيكون في mangrove trees بيكون thick يعني كثيف طبعا leaves الاوراق fish and animals are الاسماك والحيوانات طبعا دي living things كائنات حية stones and rocks are يعني الحجارة وعندنا اللي هو صخور دي بتكون ايه طبعا دي non living تمام كيف تنظر مع بعض يعني شيئا غير حية مني العديد من bees النحل and other insects والحشرات الاخرى leave in mangrove forest يعني بيعيشوا في غابات المانجروف العديد من مين هقول طبعا butterflies اللي هي الفراشات طيب ايه تاني بعد كده بيقول mangrove forest يعني غابات اللي هي المانجروف دي the marine ecosystem بتعمل لها ايه protect تحميها the plants النبات animals والحيوانات بيقول an insect an insect والحشرات with each other to survive كلهم طبعا بيعملوا ايه يعني بتفعلوا مع بعضيهم علشان يبقوا على قيد الحياة sara doesn't wait sara لا تنتظر because he isn't a لانها ايه بيقول person بيقول انها شخص غير صبور طيب يعني شخص غير صبور هقول عندنا patient تمام يبقى لانها هقول is a patient person يعني شخص غير صبور there is so much بيقول يوجد الكثير من هنا طبعا هنختار ايه هقول يوجد الكثير من الجمال في غير صبور في غابات الامزار يعني يعني بيقول معرض هاني كان كان ايه كان ايه هقول success يعني لنجاح عظيم تعالوا نشوف اللي بعد طيب السؤال اللي بعدهم بيقول is also important يعني ايضا مهم اللي هو ايه عندنا لك اللي هو الحظ بيقول ان الحظ يعني بيكون مهم هنا عندنا بيقول move blood away from our heart يحرك يعني الدم بعيدا عن القلب بتاعنا عندنا من فينس يعني يمكن نحصل على فيتامين دي بنحصل عليه من ضوء الشمس تعالوا نشوف مع بعض الشوز بيقول this is lizard يعني دي سحلية leaves in the Egyptian desert دي سحلية هقول بتكلم عن مين عن السحلية هقول اللي بتعيش في صحراء مصر فهنا عندنا اللي اللي الغير عاكل يعني هقول this is a medicinal plant ده يعني نبات طبي helps people with cough يعني بيساعد الناس يبيكون عندهم يعني كحة فبتكلم عن medicine plant وده شيء غير عاكل فهقول which this is ودي ده ودي different animals leave يعني ده ودي مكان هقول where حيث يعني حيوانات مختلفة تعيش في فهنا بتكلم عن المكان this is a person ده شخص يبقى عطول هقول هو بيعيش في القاهرة علي هقول this is علي بتكلم عن علي ده شخص يبقى هقول هو this is a place ده مكان it sometimes knows يعني مكان هقول انه هو حيث بعض الاوقات يعني بيكون في the synais peninsula is a place يعني شبه جزيرة synais ده مكان هو بتكلم عن المكان هقول where حيث is mona the girl هل mona البنت هقول هو تمام طيب i don't play basketball انا ما بحبش العب كورة السلة لكن رجع بيقول i play football فبالتالي جملتين متناقدتين او يعني في حاجة او حاجة لأ يعني بالتالي هاخد بط وبعناها ولكن i'm going to the sports center يعني انا سازهب الى المركز الرياضي تمام يبقى هنا عندنا هقول it's basketball club today هو نادي السلة اليوم يعني فعندنا هقول لان تمام هقول because طيب اللي بعد it's friday انه يوم الجمعة my brother doesn't go to school اخويا ما بيروحش المدرسة يبقى هقول it's friday انه الجمعة تمام فلذلك علشان كده اخويا ما بيروحش للمدرسة i love football انا احب كرة القدر بيقول i love tennis too وبحب كرة السلة ايضا فهختار and تمام تعال نشوف اللي بعده اللي بعده he wants to be healthy هو عاوز يكون صحي he plays a lot of sports هو يلعب الكثير من الرياضة يبقى هقول so لذلك هو بيلعب هو عاوز حاجة فبالتالي هو هيعمل ايه هيلعب الرياضة يبقى اختار so علي it's a healthy diet علي بياكل يعني وجبات صحية هي نقط exercise everyday يعني هو بيتضرب كل يوم يبقى هو بياكل طعام صحي and و بيتضرب when it doesn't rain عندما لا تمتر the grass العش بيقول grow يبقى العش بيقول can't grow مش حينمو تعالوا نحل السؤال ده طبعا جايب نظام بيقي يعني فصائل او انواع وعندنا where معناها حيث the different هقول different species الانواع المختلفة في الاجو سيستم في النظام البيقي make a community يعني بتكون مختلف number two the leaves of the mangrove trees are very الاوراق ان بتاعت المانgrove تريز دي بتكون ايه بتكون sick كسيفة احنا تعلمنا عن المنطقة بيقول هنا حيث هم بيعيشوا فيها وهم بيعيشوا فيها يعني فدي عندنا نمبر نمبر ثري يعني غبات الامازون دي بتكون نظام بيقي مهم تعالوا مع بعض هنا الانسان بيحتاج لضو احنا 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 منقدرش نعمل احنا منقدرش نعمل احنا منقدرش نعمل غزاء بنفسنا فدي نمبر وان طيب هنا بيقول بات ولكن بيجت فيتامين دي بنحصل على فيتامين دي فروم ام طبعا فروم سنلايت من ضوء الشمس ده بيساعدنا هقول نحمي انفسنا نحمي نفسينا يعني فروم جتن سك ان احنا نمرض سنلايت اونسو ميكس اه لط اوف بيبول ضوء الشمس بيجعل الكثير من الناس ان هم بيشعروا ان هم سعداء تعالوا نحل ويجت فيتامين دي بنحصل على فيتامين دي هقول من عندنا ضوء الشمس هختار يعني كي تكون يعني في شك او في ارتباك معنا انك انك تجد ده انك صعب انك تفهم شيء يعني فاختر هنا انا عندي صديق هون هقول اللي بيعيش في الاسكندرية حقول هنا يعني الحظ ايضا هقول انه هو شيء مهم فعندنا اخر حاجة بي تعالوا نشوف اللي بعد جزئة الخاصة بالgrammar بيقول this is علي ده علي طالما ده عندنا شخص يبقى عطول مش هيخد ويتش طبعا بيقول لك هو ايه صح هلتحت هنا هون this is the house ده البيت ده عندنا مكان يبقى هختار بيقول ايه بيقول اي اعيش في فهختار عندنا where تمام there is so much بيوتي يعني بيقول كثير الجمال مش بيوتي فهكتب هنا بيوتي انا مبلعب شي تنس فبالتالي بيقول اي بلاي فوتبول فانا هكتب هنا بط ولكن هو بيحب يلعب كرة السلة لذلك هو بلعب تنس لأنا هقول هقول وي هو بيحب يلعب التنس بيقول هنا طبعا ده سؤال حازم هو عاوز نحط هوم يبقى انا هشيل النقطة دي هشيل النقطة دي تمام وحكتب هنا هوم وحشيل برضو هي يبقى هكتب كل الجملة دي هوم يعني هم زار والوادي هقول حيسو حكتب كل الجملة بس هشيل النقطة هقول لأنها صحية هحط كده هشيل عند النقطة وحط أنا عاوز ان انا اكون صحي هقول لذلك ايضا هحط طبعا هنا عندنا وحكمل الجملة وشيل النقطة دي تمام تعال نحل سؤال الترتيب اول حاجة هقول how often does your heart دي عندنا heart beat that you gong يقول says يعني يقول that the people are back فعندنا كده كان هنا كده وكده طيب تعالوا هنا هقول do you know do you know my aunt ما لها هقول who عندنا كده ايه who leaves in Alexandria تمام كده نايم طيب هنا هقول what leaves in the mangrove forest عندنا كده كان five وهقول six وفي الاخر طبعا علامة استفهام تعالوا كده مع بعض ناخد اخر جزئية في unit one علشان نبدأ في unit one طبعا الفقرة دي يعني مش هقراءها انا هحل العطول the mangrove tree is in the mangrove tree موجودة فين بيقول هنا which is بتكلم عن mangrove the largest in the red sea يعني هي في البحر هي بتنمو فين هقول تنمو في salty water يعني في المية الملحة طيب تعالوا برضو نجيبها هنا في الفقرة تنمو في المية الملحة هي ايه عندنا نبأ هقول هنا عندنا بيقول is very big is a very big national park in south sainai فدي جابت سؤال number number four what is special about the roots and leaves of the mangrove trees يعني ماذا عن الجذور واوراق نبات المانجروف تري اول حاجة بتكلم عن roots they have amazing roots تمام ده بالنسبة لل roots ده مين leaves الاوراق تمام هنا شايفين بيقول عاوز كمان leaves الاوراق طيب فين عندنا leaves بيقول هنا they felt very thick الاوراق عندنا ايه او عندها very thick يعني كسيفة طيب بعد كده هنا جايب كده سؤال بيقول اكتب باراجراف عن يعني ازاي طبقه صحي تمام طبعا علشان ما طولش معكم هو موجود الاجابة بتاعته في نهاية الكتاب ده بتاعت السؤال ده تمام طيب انا شوف ما بعض اللي بعض خلصنا ما بعض خلاص تعالوا نبدأ نراجع على بتكلم عن يعني انظر من حولك تعالوا نشوف اهم الكلمات عندنا اللي اللي هو الوادي كانيون معناها وادي ضيق او منحضر تمام اسمه كانيون يعني اراضي رطبة ارابت ارابت يثور هيروكين هيروكين اعصار تنام عندنا فلود فيضان فوتوغرافر 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 مصور فوتوغرافي كوست كوست ساحل اكسايتد اكسايتد يعني مسرور او متحمس اركولوجست 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 تعالي اعصار سينشري سينشري قرن والقرن بيكون فيه مية عام او مية سنة هنا لافا لافا حمام بركانية ماد فلو ماد فلو تدفق الطين ارش ارش معناها قوس لايت او لت معناها يشعل او اشعله بايلوت بايلوت طيار ريبن ريبن معناها اللي هو شريط تمام طيب باع كده فوق خالص عندنا حمام البركانية او الفواهة معناها فواهة البركان ديونز ديونز كذبان ايراد ايراد معناها ينحط او ستورم تشيسر ستورم تشيسر يعني مش تتبع العواصف يعني الشخص اللي بيتبع وبيرصد العواصف بعد كده فيه عاصفة رعادي ساندر ستورم ساندر ستورم داست ستورم داست ستورم داست ستورم ماونتن ماونتن جبل غراسلاند غراسلاند ارض عشبية مانميد مانميد منصر روينز روينز اطلال قولمز قولمز اعمدة صايل صايل تربة زراعية اش اش رماد بايلوت بايلوت طيار فلايم فلايم يعني لحب او شعلة هوت اير بالون هوت اير بالون اللي هو المنطاد الهوائي البالون يعني اللي بنتفخ في الهواء ديري 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 معناها يوميات او اللي هي المفكرة يعني طيب هنا جايب كده بيقول يعني عجائب زى صحراء ديزارت صحراء الكبرى هنا جايب يعني شلالات وهنا جايب يعني جبل وهنا جايب بيقول فوهة دي كلمات من ذات اهمية بس احنا نكون عارفين ومعشان لما نشوفها في القطع او في اي سؤال نكون عارفين يعني ان ده اسم حاجة تمام طيب مع كده عندنا زمن المضارع التام وزي ما قلت قبل كده كل المنقود عندي في القناة وشرح القادة الموجودة ورضو عندنا في القناة ايه مضارع التام زمن المضارع التام بيتكون من والتصريف التالت للفعل الفعل ليه عندنا تصريف اول حاجة بيكون في المضارع وبعد كده بيكون في الماضي وبعد كده تالت حاجة بيكون في التصريف التالت وطبعا تصريفات الافعال دي احنا بنحفظها كل فيديو سواء في دايما انا بنبه على حفظ التصريفات الافعال. علشان انا احل اي جملة او او اي جملة او اكتب حتى فهو بيعتمد على تصريف الافعال. طيب فزمن المضارع التام ده بتكون من هاف او هاز وبعد كده عندنا بنحط البي بي اللي هو التصريف التالت للفعل. طيب انت بخط هاف هاف مع الفعل لما يكون عندنا اي او بي او عندنا يو او زي اما هاز مع هي وطبعا اي اسم مفرد وهنا كمان مع اي اسم جمع. تمام? لما اقول اي بلاي طبعا دي اختصار الاف او اي بلاي التنس. شايفين معايا هنا عندنا هاف وبعدها تصريف تالت. فعندنا بلاي معناها يلعب. لو شلت الاي دي. تمام? عندنا بلاي بس كده. ده مدارع. احط اي دي. فده عندنا ماضي. وبرضو في التصريف التالت هي هي في الماضي. عندنا هاف طبعا اخدنا هاف علشان شي. وحط بعدها التصريف تالت. عندنا الفعل ايت ده مدارع. الماضي ايت التصريف التالت بتاعه ايتن. تمام? طيب. النفي زي ما شايفين معايا طبعا النفي سهل انا بحط او نطق. وبعدين بحط التصريف التالت مفيش اي مشكلة فيها خالص. في السؤال لازم نكون عارفين انا ببدأ بهاف او هاز وبعدين بحط سوبجيكت بحط هاف او هاز على حسب السوبجيكت زي ما شرحت فوق. وبعدين تصريف تالت. عندنا في السؤال السؤال بيبدأ الاول باي اداة تستفهم. بحط هاف او هاز وطبعا بخطه على حسب السوبجيكت وبعدين يعني المسأل بوير بقول وير بحط هاف او هاز انا بسأل عندي بيوم يبقى حقول هاف. وحط التصريف التالت اللي عندنا بيم تمام? بالنسبة دي القاعدة. وزي ما قلت العاوز الشرح بالتفصيل الكل حاجة موجودة عندي في القناة. تعالوا هنا هنتكلم على القاعدة دي بس اللي مش موجودة عندي في القناة كلها. وانا شرحت فيها جزء بس لحية مش فاكرة اي جزء بالضبط في الجزء اي دي. برضو هتلاقوا الفيديو لو كنت شرحته هتلاقوا الفيديو برضو موجود في اول تعليق تمام? طيب تعالوا كده سريعا نتكلم عن حاجة عندنا دي بتيجي قبل الفعل. بتيجي قبل الفعل الاساس اللي في الجملة. وقبلها بخط عندنا اللي هو هاز او بحط هاف. وزي ما قلت على حسب الفعل. فمعناها ايه جزء? معناها توان او حالا. معناها توان او حالا دلوقتي يعني. فلما اقول ايه جزء ميت ماي تيتشر. يعني توان او حالا انا قبلت معلمي. قبلت معلمي. فهنا حطيت اي. اي بتاخد هاف. وبعدين حطيت جزء معناها توان. وحطيت التصريف التالت للفعل. تمام? بعد كده عندنا ايفر ونيفر. اللي اتنين دول عكس بعض. ايفر معناها في اي وقت. نيفر معناها استحالة. ايفر بتيجي في السؤال والنفي. وعندنا نيفر بتيجي في النفي. طيب لما اقول ايفر هاف يو ايفر سين اليون. يعني هل انت شفت قبل كده الاسد. تمام? فحطينا هاف. فاعله بعد كده بحط ايفر. بحطهم قبل التصريف التالت. قبل الفعل الاساسي. فعندنا دي سين. اصلا هي سين. مدارع. الماضي منها سو. تصريف التالت منه. تمام? نيفر معناها استحالة. لم يحدث من قبل. بقول انا لم ارى يعني الاسد من قبل. انا ما شفتوش قبل كده. حطيت ما بين عندنا التصريف التالت. وما بين عندنا هاف. تمام? ومفعش ان انا اقول اي هافنت نيفر سين. لأ مفعش انا هقول اي هاف. وحان في هنا. تمام? هقول اي هاف او اي اف نيفر سين الاين. معناها بالفعل. حصل بالفعل. يعني بالفعل هي اطعامة الدجاج. تمام? فهنا عندنا معناها بالفعل. جاي قبل مين? قبل الفعل في التصريف التالت. ليه? تمام? وهنا عندنا شيز دي. دي عندنا اللي هي شي هاز. طب يا ميس حد هيقول يا ميس احنا اخدنا قبل كده ان شي ديت معناها شي از. امتى بقول ان هي دي اسمها شي از? وامتى اقول ان دي لا يا ميس دي شي هاز? لو جاي بعدها تصريف تالت للفعل فدي هاز. شي هاز. لو بعدها تصريف تالت. اما لو بعدها عندنا في فبالتالي دي عندنا از شي از. تمام? احنا كمان ممكن تيجي احنا قلنا تيجي قبل التصريف التالت. ممكن كمان تيجي في نهاية الجملة. يعني هي اطعامة الدجاج بالفعل. بيأكد الكلام ان هي عملته او الشيء اللي هي عملته. تعالوا نشوف اللي بعده. اللي مع بعض السؤال الاول والتاني حنسيبه ونحل مع بعض سؤال التالت. بيقولوا الحوار ما بين سما وضوقة بتقول لها بتعملي اي دلوقتي? قالت لها انا بقرأ يعني بقرأ كتاب عن العجائب الطبيعية. قلنا اللي هي الفواهة اللي اسمها النجر وانجورو. اللي هي الفواهة دي is one of them. واحدة منهم. in which country is it? يعني في اي دولة? قلت لها في تنزانيا. فدي عندنا number two. number three قلت لها how? نقط is it? قلت لها how big it is? قلت لها حوالي اد اي? are there any animals? هل يوجد اي حيوانات? قلت لها yes. there are many big animals. في حيوانات كبيرة. like elephant. سيل افيان. وي بافلوز اللي هو الجاموس. فدي عندنا كم? كده عندنا four. تمام? اللي بعضه. الحوار ما بين احمد وي جان. احمد بيقول. I'm very poor. يعني انا حاسز بالمل او انا اكون ملل يعني. عنده ملل يعني. let's go out. هيا نخرج. فهنا بيقول can we go? where can you go? يعني اين تستطيع او اين نحن نستطيع ان نزهم? راح قاله هنا what about? ماذا عن aim? قاله the pyramids. الاهرامات. فهو اكيد قال what about the pyramids? يعني ماذا عن الاهرامات? تمام? قاله the pyramids they are fantastic. يعني دول رائعين. where are the pyramids? اين الاهرامات? طبعا احنا عارفينها. they are in geesa. الاهرامات في الجيزة. how can we go there? هنروح ازاي? قالوا we can go. هنا بيقول بس. فقبل وسائل المواصلات بحط buy. بقول buy. بس. طيب. بعد كده بتكلم عن الفواهة دي. بيقول is the largest. طبعا ده ايه? هقول the largest. not a creator in the world. هو اكبر ايه في العالم? هقول طبعا اكبر volcanic. تمام? اكبر بركان في العالم. inside the negro angoro creature. there are forests. يعني بيوجد غابات. and. وفي كمان ايه? في wetland. في اراضي راطبة. the sahra desert covers. الصحرة دي بيقول ان هي بتغطي عدين? هقول eleven countries. 11 دولة. the sahra desert is very. الصحرة بتكون very ايه? طبعا. very hot. يعني حرة جدا. water has changed. the المية غيرت the note. غيرت طبعا الشيء بتاع victoria walls. the note is a hill made of sand shaped by. هو تل مصنوع من الرمل. شكلته او تشكل عن طريق الرياح. اختار ديون معناها كذبان رملية. بعده هنا بيقول two note is to change or destroy by rain, wind or the seam. to irad. عشان يحصل تآكل. التآكل يعني هو تغير او تدمير بسبب الامطار والرياح والمية. the note is an area of land that is often covered by water. منطقة في الارض غالبا بتغطى بالمية فهي wetland. wind volcanoes يعني ده ما يعني البراكين. بيقول fire and rocks. بيقول come out of the top. بيحصل ايه? لما الحرائق الصخور بتخرج من الاعلى. بيحصل طبعا erupt. يعني ثوران. is the top part of the earth in which plants grow? بيقول يعني الجزء الاعلى من الارض حيث يعني النباتات بتانمو فيه. اللي هي soil. التربة. شوف يعني هو سائل ايه السخري بيكون حار بيخرج بيخرج من البراكين. فدي لافا اللي هي الحمام البوركين. آآ نقط is soft with material that moves down mountains. بيقول يعني بتكون مواد مبللة ناعمة بتتحرك يعني اسفل الجبال فهي عندنا مطفلو. تمام? هو تدفق الطين. آآ نقط بيقول هنا is a long soft piece of material. يعني بيقول حاجة او قطعة يعني بتكون نعمة وطويلة من المادة او المواد فهي اللي هو الشريط. الناس بيستخدموا ايه? علشان يحملوا الاشياء. في بيستخدموا باسكت. لها السلة. to نقط is to make something start to do علشان تشعل يعني انك انت بتعمل شيء تبدأ تحرقه. تعالي الحل مع بعض هنا بيقول سؤال خاص بالجرامر. وليد has نقط باي بس. عندنا has او have بحط التصريف الثالث للفعل. فالتصريف الثالث ليه travel traveled. ايا has never. بعد never بحط قلنا ايه? التصريف الثالث للفعل. وعندنا فيه has. فعندنا التصريف الثالث من meet. اللي هو يقابل هقول مت. امير and fast. دول اتنين جمع فلازم اختار have. تمام? فهنا اختار haven't played tennis. بيقول فالس. فالس ده مفرد. فبالتالي هختار has. have يوسف ان واقل. السؤال بدأ بهاف. وعندنا يوسف و واقل عاوزين تصريف الثالث. يبقى هقول seen. طيب هنا has mom has mom made بيقول في سيخ فور شم النسيم. يعني بيقول هل ماما عملت عملت في سيخ لشم النسيم? فطبعا هقول ever. قلنا ever في السؤال. هنا have they ever? have they ever? حط تصريف الثالث للفعل. فvisit عندنا التصريف الثالث لها. have you? هنا بيقول نقط صيادية. طيب عندنا have بعدها بييجي تصريف تالث. لقيت ايتن. has كمال حط تصريف تالث للفعل. طبعا هحط فين? عندنا هقول bin. تصريف الثالث من bin bin. was كمال frightened when? هنا عندنا بيقول was كمال. هل كمال كان خائف? عندما هنا جايب when. عندما he not his first hair can. عندما شاف اول اعصار. فزمن الجملة هنا زمن ايه? زمن الجملة زمن ماضي. ليه ماضي? علشان عندنا frightened دي تصريف تالث وعندنا was. يبقى بالتالي انا هاختر عندنا الفعل في الماضي. هاختر so. he not the first prize for photographers aged 10. يعني هو فاز باول جائزة. فهنا عندنا زمن الجملة ده زمن ماضي. تمام? لان هو بيتكلم عن حاجة حصلت في الماضي. ان هو فاز باول جائزة مصور في عمر العاشرة. تمام? فهنا هقول he one. ان هو يعني فاز. طيب ليه مخترناش واحدة من دول? لو انا مش عارف. هقول لكم ليه? اول حاجة هنا جايب have one. هنا he ما تنفعش مع have. هنا عندنا حاجة ing وهنا ما فيش verb to be. هنا جايب الفعل وهنا عندنا win فعل في المضارة. لكن مع the he. في المضارة بحط الفعل s او es. تمام? فبالتالي هاختر one. يعني فازة. have you ever seen a volcano? هل رأيت من قبل البركان? فهنا طبعا السؤال به have. وهنا بيقول yes. يبقى هقول له yes i have. تمام? تعالوا نشوف اللي بعده. يقول هنا كمال has. يعني كمال عنده ايه? فطبعا ده ايه? ده has. يبقى حط التصريف التالت للفعل. التصريف التالت للفعل عندنا taken. كمال has. برضو هنا عندنا الجملة في has. احط التصريف التالت للفعل. فعندنا احط ايه? احط been never. ولا حط never been. لا احنا قول او بحط never وبعدين صوري بقول never been. she has a lot about taking photos. has. بحط التصريف التالت. يبقى هقول learned. تمام? they are very big sand dunes. انزا بيكون في يعني كذبان او في كذبان رملية كبيرة جدا فين في سحرة desert. we haven't visited اصوان. احنا يعني بيقول ما زرناش اصوان. هقول yet بعد. يعني هما مرحاش قبل كده. the fish river. يعني يقول سمك النهر canyon. is the? هقول هنا canyon in africa. هقول largest. يعني اكبر. طيب. is the top part of the earth in which plants grow. اعلى جزء في الارض حيث النباتات تنمو فيه. سؤال ده مهم. فدي عندنا number four. تعالوا هنا. the Victoria falls are an an enormous water falls. يعني اه شلالات Victoria دي بيقول ان هي شلالات ضخمة on the Zambezi. Zambezi river في نهر Zambezi. every minute. دقيقة. five million يعني خمسة مليون كوبك مكعب متر. متر مكعب من الشلالات دي. into a big a big a big into a big canyon. تمام? فدي number two. which is water has. يعني حيثو المية بيحصل لها اي? هيحصل لها اي? راد. فدي number three. the water make a lot of. المية بتعمل اي? مية الشلال بتعمل بتعمل ضوضاء. مية الشلالات بتكون مية قوية جدا. وهي بتنزل المية بتعمل ضوضاء. بتعمل صوت عالي. they visited a restaurant and يعني هما زاروا المطعم. ايه? هاختر عندنا they ate they ate chicken. اكلوا يعني دجاج ورايس. الارز. فدي بي. rainbow bread is one of the. عندنا natural arches in the world. فاختر هنا C. lava is الحمام البركانية. هاختر هنا hot liquid drug. يعني برا عن سائل صخري ساخن. فدي D. mona has never eaten fish soup. فهي يعني لم تأكل شربة السمك ابدا. تعال نشوف اللي بعده. طيب. هنا عاوزنا نصحح الخطأ. كمالز بيرانز يعني والدين كمال. طبعا دول جمع فبالتالي بحاخت هاف. وليس هاز. she has never بعد قلنا هاز بحط التصريف التالت فهقول بن. هاف سارة بنتو لندن. فهنا سارة دي مفرد فححط هاز. وليس هاز. they has طبعا زي تاخد هاف. we we have gone. we have gone to Victoria falls yet. طبعا فيها yet فالجملة منفية. فهاختر هنا احكتب صور يعني haven't. تمام? هلنحل السؤال الخاص بالترتيب. هقول the African content is يعني افريقيا. هنا عندنا كده هقول is an amazing place. هنا هقول have you traveled. هقول هنا on a ship. طيب السؤال اللي بعده. هقول I have already told you this story. فعندنا كده دي كان five. كده six. كده seven. اخر واحدة معايا هقول what is special about the island. هنا عندنا them. تمام? كده five island. كده six of java. تمام? كده عندنا eight. اخر حاجة معايا وهو سؤال ال paragraph. بتكلم عن صحراء. طبعا الجزئية دي انا هصورها دلوقتي. وهنزلها لكم حالا. وكده تكون خلصت معايا المراجعة. انا حاولت اتنا اجمع لكم كل الجزئية في اليونت وان وتون. مش باقي معاكم غير ال story. الناس هتنتحن في ال story. طبعا قصة سهلة. ما فاش اي حاجة خالص. تمام? وهي طبعا في الكتاب هنا هو مترجمها كلها. يعني كده خلاص احنا خلصنا. اتمنى لكم التوفيق والنجاح.